مخطط المسافرين بورغلا الحادث تمثل في استدام حافلة لنقل المسافرين تعمل خط وهران حسيمة سعود بعمود كهربائي عاري التوتر وحسب مراسلنا فإن سائق الحافلة لم ينتبه لمفترق طرق الجديد ليصدم بالعمل التفاصيل أكثر في ميكروفون محمد أمينب وعافية كنا ركضين عيطوا على الشوفير الشوفير نقص الشوفير نقص الشوفير نقص الشوفير نقص الشوفير نقص هو ما على فاليش تعبان والله أنا ركض أنا كنت ركض ومبعد نسمع في العياد سمعت العياد في الشوك ديركت شوني مشو كيو اللي نقري بالورغلا بواحد الصاي باقينا ودخيلو لازج على الورغلا ترون بواميش اللي صغيرة اللي تفوت هذه السرعة 140 ولا 150 ما شعبش اللي كان يمشي ضغموين دي صنصير كان يمشي خون فوا كبيرة لما متنقص شوية والدور عادي سيد في الديركت في الديركت تخلف البوتونيشة المؤسسة العمومية الاستشفائية ورغلا مصلحة الاستعجالات سبحت اليوم حوالي الساعة الخامسة صباحا 32 جريح إطرحت مرور على حوالي الساعة الخامسة صباحا هذا الجرحة 32 فيهم بعض الرضوذ الخفيفة ليست خطيرة ضف إلى ذلك بعض الكسور لحوالي أربعة جرحة التي ليست هي بالخطيرة خلت الوحدة الرئيسية لحماية المدني لولاية ورغلا مدعمة بالوحدات المتواجدة على مستوى بلد ورغلا على الساعة الرابعة و18 دقيقة من أجل حادث مرور يتمثل في انحلاف حافلة من نوع هيجر تشغل خط وهرا حاسم سعود باستدامها بعمود كهرباء ذو التوتر المتوسط وهذا بطريق الاجتناب الجنوبي لمدخل مدينة ورغلا عند النقطة الدائرية اشتركوا في القناة